أمس اختار الصحفيون المصريون نقيبا جديدا لهم لا يمثل السلطة المصرية إنما يمثل ضمير الصحفيين والتوجه الذي ليس مؤيدا للسلطة في مصر ما دللت هذا الاختيار؟ ما الموقف من المتشائمين والذين قالوا لا تفرطوا في الفرح أو الذين أفرطوا في الفرح؟ الموقف من هذين الأمرين هو ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أمس اختارت الجمعية العمومية للصحفيين المصريين نقيبا للصحفيين جديدا هو الأستاذ خالد البلشي يعني ربنا الله تعالى يقويه ويقوي زملائه على النهوض بالمهنة والنهوض بضمير الجماعة الوطنية المصرية في هذا الشأن بعد هذا الاختيار لأنه طبعا لم يكن خالد البلشي مرشحا عن السلطة بل معروف خالد البلشي أستاذ خالد بي مواقفه الحقوقية والجوائز التي أخذها في هذا المجال الحقوقي والصحفي والإعلامي كلها تنم عن شخصية مستقلة يشهد لها الجميع من صحاب الضمائر اللي يقضى والحية في الصحافة المصرية والعمل الإعلامي والعمل المجتمعي والمجتمع المدني في مصر بكفاءة ونزاهة مواقف الأستاذ خالد مبارك الله فيه وفي إخوانه جميعا والمجلس الذي معه أيضا كذلك كله أو معظمه أيضا ليس من الأتباع لهذه السلطة في مفجأة للجميع لكن مفجأة جيدة أمام هذه الحالة اختلف الناس بين من فرح وهذا حق وبين من قال لناس لا تفرطوا في الفرح لا تكثيروا هذه ليست يعني فرحة تفرحون بها بصراحة أنا ضد هذا التشاؤم ضد هذا الإفراط في التشاؤم الناس محرومة من الفرح منذ فترة طويلة وانحقها أن تفرح ولو بانتصارات صغيرة على سلطة غاشمة السلطة تنتصر دائما في معارك القوة الصلبة مع الشعوب لكن الشعوب دائما تمتلك القوة الناعمة وحينما تجني الشعوب نقطة في معركتها ضد السلطة الغاشمة يحق لها ويحق لأتباعها ويحق لأتباع الحق والعدالة أن يفرحوا بها هذا أمر لا بد منه إلا ما معنى أنك لا تفرح إلا بانتهاء الظلم مرة واحدة هذا غير صحيح ليس منطقيا بالعكس الأصل للإنسان دائما يفرح لأي مساحات ولو بسيطة ولو قليلة الناس مظلومة هناك من يتزوج هناك من يحصل على شهادة علمية هناك من يتخرج هناك من ينجب هذه تراها أنها أشياء متناثرة لكنها يكون بعضها بعضا وإن الجبال من الحصة الجبال الرمل والجبال تكونت من الحصة أحيانا غبار ورياح شديدة تأتي بهذه الحبات إلى مكان فيتصاعد ليصير بعد ذلك جبلا شاهقا عاليا هذا هو شأن الإنسان والعمل النضالي السياسي والمجتمعي هو عمل تراكمي لا يأتي فورة اللي يأتي فورة من فور هي الانقلابات العسكرية لأنها قوة صلبة قرار وينتهي ويلغى ما يقوم به الناس لكن العمل المجتمعي السياسي الإعلامي الصحفي هو عمل تراكمي كبير يحتاج إلى سنوات وبذل وعطاء فلا أنا مع الفرح بهذه الخطوة أي خطوة بالمناسبة أي خطوة تكون في إطار تقوية المجتمع والمجتمع المدني المصري نفرح لها يعني أنا ضد بعض الناس أني بعض إخواننا الإسلاميين لابد أن الشيء يكون في إطاره وفي إطار أيديولوجيته هذا ليس كلما صحيحا الإسلام علمنا أن أي مساحة أي مساحة في إطار حقوق الناس والعدالة أن نفرح به وأن نفرح لها وأن ندعمها النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ضعيته في بيت عبد الله بن جزعان إلى حلف لو ضعيته إليه في الإسلام وحلف الفضول الدفاع عن الناس أي مساحة فيها الدفاع عن الناس وعن حقوق الناس لابد أن نفرح لها هذه مسألة طب المسألة الأخرى هل معنى ذلك أني لماذا أتت هذه الخطوة لا أتت هذه الخطوة لا أنا ضد التفسير التأمري إن لابد السلطة أردت أن تنفس عن الناس هذا كان مغير صحيح هذه السلطة لا تترك شيئا للشعوب لا يمكن لكن أحيانا قدرات الشعوب أقوى بقوتها المعنوية والقوتها الناعمة أقوى من القوة الصلبة الغاشمة التي مع السلطة يعني مبارك كانت الناس في عهده في 2010 الناس بتستعد للتوريث كل ما هناك أن تتحسن شروط الدكتاتورية في مصر لعل جمال مبارك يأتي فيتم التفاهم الناس كانت ما هذا جهود بسيطة حركت كفاية على الجمعات الوطنية للتغيير وكانت مظاهرات أنا ذاك أفراد معدودة والناس تقول هل سيأتي يوم أهل هل 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 إلى أن جاءت 25 يناير ووجد الناس أمامهم نواة صلبة فهذه نقطة مهمة أن الناس لا تستقل ما تقوم به لا تحقرن من معروف شيئا وإنقل كما قال صلى الله عليه وسلم العمل دائما يبدأ بأشياء بسيطة النقطة الثالثة المهمة أني مهما أوتيت السلطات من قوة صلبة وغاشمة لا زال لدى الشعوب ولدى أصحاب الحق والعدل ما يمكن أن يقدموه ولو كان قليلا ويبارك الله عز وجل فيه ودينا أسألة مهمة جدا لا ييأس الإنسان من الإصلاح لا ييأس الإنسان من الحركة لا ييأس الإنسان أي مكان النقطة الرابعة والمهمة أني المجتمع القوي هذا الذي لابد أن نحرص عليه مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع القوية نحرص عليها إسلاميين غير إسلاميين يساريين علمانيين لبراليين مدنيين إسلاميين كل التوجهات المجتمع القوي يصحح بعضه بعضا لكن المجتمع الضعيف لا يقوي إلا السلطة الغاشمة مجتمع القوي يستطيع أن ينهض بنفسه يصحح أخطاءه إذا لم يعجب حاكم ذهب بي بالصنضيق وآتى بآخر وهكذا يصحح أخطاءه من داخله طوال عمر مصر النقابات من أقومكم فيها كانت دائما نقابة المحامين نقابة الصحفيين نقابة الأطباء كانت النقابات هي قلب المجتمع المصر النابض فعلينا أن نسعى إلى تقويته يعني لما قبل كده خرجت جميع المميلي للنقابة الأطباء كان عدد مهول ومهم إذن علينا أن نؤمن لا نيأس نبني لا نحبط لا نتشائم لا نكسر من مقادفنا كما يقولون ونكسرش مقادفنا نسعى ونتطور ونقدم وخطوة على طريق الإصلاح ولا طريق تحرر الشعوب من نير الاستعباد والظلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في نقابة الصحفيين وفي بقية النقابات وأن يجري الخير على يد الجميع وأن يكتب الحق على ألسنتهم وأقلامهم اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة